السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً ومرحباً بكم من جديد في درس جديد درسنا اليوم يدخل ضمن دروس تعلم المصطلحات المستخدمة في نشرات الأخبار وسنبدأ حالاً بأول هذه المصطلحات والعبارات المتمردون أو أفوار في جملا بين غوبيل المتمردين militaires العسكريين سببورسويف تستمرو أو مستمرو هنا ترجمناها باستمرار طبعاً هنا لدينا الفعل سبورسويف وهو مصرف للحابر لدينا عبارة أخرى بالعربية سنقول سقط في المعركة والمقصود هنا أنه قتلة في المعركة إذن استخدام الفعل tombe في هذا السياق جاء بمعنى كتلة أو ماتة طيب هنا لدينا فعلين الفعل الأول فوق أما الفعل الثاني فما هو معنى هذين الفعلين؟ إذن بالنسبة للفعل الأول فهو يعني ينتخب الانتخابات طبعاً أما غيليغ فهي تعني إعادة انتخاب إذن إذا أعيد انتخاب رئيس ما فنقول أو نستعمل الفعل الثاني غيليغ كما هو الحال في هذه الجملة تم انتخابه من جديد جميل هنا لدينا كلمة أخرى و هنا في جملة بالعربية سنقول بلد بأكمله في حداد جملة أخرى la transition va durer 10 mois la transition va durer 10 mois بالعربية سوف يستمر الانتقال 10 أشهر إذن la transition هي الانتقال va durer سوف تستمر 10 mois 10 أشهر استعمال كلمة la transition خاصة تستخدم حين نتكلم عن انتقال حكم من رئيس ما إلى رئيس آخر وهذا طبعاً يأخذ وقتاً طويلاً جميل ماذا عن هذه العبارة؟ هذه كلمة لا يجد في نشارات الأخبار وتعني المتحدث بسم أو أحياناً الناطق الرسمي أو الناطق بسم سوف تشبك بلعربية المتحدث بسم الجيش يؤلن الأخبار Donc le porte-parole هو المتحدث باسم لدينا هنا كلمة أخرى فماذا تعني؟ تعني الإشاعات وهنا لدينا جملة مع هذه الكلمة Les rumeurs circulent sur l'état de santé du président Les rumeurs circulent sur l'état de santé du président Les rumeurs circulent sur l'état de santé du président en arabe تنتشر الشائعات حول الحال الصحية للرئيس Les rumeurs circulent sur l'état حول الحال de santé الصحية du président للرئيس ننتقل لعبار أخرى Le décès Le décès Le décès بالعربية الوافات Le décès هنا في جملة Quelles seront les conséquences de ce décès inattendu? Quelles seront les conséquences de ce décès inattendu? Quelles seront les conséquences de ce décès inattendu? بالعربية ماذا ستكون عواقب هذه الوافات الغير متوقعة? Donc Quelles seront ماذا ستكون les conséquences de ce décès inattendu? هذه الوافات inattendu? غير متوقعة هنا كلمة أخرى مهمة جدا La monarchie La monarchie La monarchie بالعربية هي النظام الملكي La monarchie في جملة C'est une forme de monarchie C'est une forme de monarchie C'est une forme de monarchie بالعربية سنقول إنه شكل من أشكال الملكية طيب ننتقل لالكلمة الموالية لجيتمي فعل هنا لدينا فعل un verbe لجيتمي بالعربية يمكن أن نترجم لك إِذْفَأَ الشَّرْيَة لجيتمي لجيتمي هنا في جملة إِذْفَأَ الشَّرْيَة إِذْفَأَ الشَّرْيَة لجيتمي son pouvoir إِذْفَأَ الشَّرْيَة بالعربية يُحَاوِلُ إِذْفَأَ الشَّرْيَة عَلَا سُلْتَتِهِ يُحَاوِل لِيجيتمي كما قلنا سابقا إِذْفَأَ الشَّرْيَة لَيْفَوَا هو السلطة وبهذا نكون قد أنهينا الدرس اليوم إنا لا إعجابكم واستفدتم منه لا تنسونا من ضغط زر الإعجاب لدعمنا وتشجيعنا على المزيد دمتم بخير وإلى فيديو قادم مفيد بكل تأكيد إلى اللقاء